أصدرت السفارة الألمانية بالقاهرة بياناً ذكرت فيها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقوم بزيارة إلى برلين بداية من اليوم ولمدة يومين على رأس وفد كبير يعقد خلالها لقاءة ثنائية مع رئيس الاتحادي شتاين ماير والمستشار أوليف شولس وعدد آخر من الأعضاء البارزين بالحكومة الألمانية فضلاً عن مشاركته في مؤتمر حوار بيتروسبورغ للمناخ من جانبه أعرب سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان عن سعادة بلاده بالزيارة مشيراً إلى أن هذه الزيارة من شأنها أن تؤكد من جديد عمق العلاقات الألمانية المصرية والاهتمام المشترك لكل البلدين بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط